نحن 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 ن أنا أول وحدة كنت ما كنت أطلع لا يا ربي ما كنت أول وحدة كان في وحدة ثانية ما كانت هي كمان بتطلع حالها فأنيويز أنا كنت كثير خايفة أنه أطلع واجهي بالبدايات وكانت سوشل ميديا كلها جديدة علي فما كنت وطقة من حالي أنه أوكي I'm gonna do this أو يعني يعني سوشل ميديا رح تصير my job يعني عملي بوقت من الأوقات فالمهم فيديو وراء فيديو أساوي 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 وما كان عندي ترايبوت كنت بس أتسلف الكاميرا من عند حماتي حماتك الأجنبية حماتي الأجنبية وكان زوجي هو اللي كان يشد لي الكاميرا فوق عشان أساوي الدياي وايز سوف بعدين الفيوز صارت تكتر والناس صارت فضولية ليشوفوا وجهي فكلهم بيسألوا أم ترح تورينا وجهي أم ترح تورينا وجهك فبعدين جاء القرار أنه أبين وجهي ومن الأساور انتقلت للميك أب واللايف ستايل والترافل ومن هيك جاءت إسوارة بعدين فكرت إنه أغير الاسم ولا لا وقلت لأ ما رح أغيره لأنه هو بالنسبة لي كنت تحكي بالفيديوز كنت تشرحي عن الفيديوز اللي عم تحطيه كنت أحكي كنت دائما أحكي كنت دائما أحكي بالنسبة لي كنت تحكي بالعالم العربي كنت يا حافب ينام يا حافب هيكي يروي فبيحضر فيديوهات طويلة فيها أعمال يدوية وبيتعلم عرفت يعني زمان بالوقت أنا اللي بلشت فيه المحتوى كان في عنده قيمة عرفت فإما بتتعلم شيء إما مثلا حتى الانترتايمنت كان عنده قيمة يعني فيه رسالة فيه شيء بس بعدين تغير الموضوع وصار دوشة شوية صار المحتوى بس لهدف المحتوى والانتشار ايه والانتشار والفضائح مثلا ما بعرف يعني it's not the same as before طب كيف خطرة عبالك يعني إذا أنت عم تقولي من البدايات كان فيه انستجرام بوقتا؟ كان فيه انستجرام بس أتوقع كان بذاك الوقت منتشر بس بالكويت أتذكر كان فيه كمان يعني أربعة ولا خمسة بالكويت كانوا معروفين بالانستجرام وكان ما وصل لسه يعني للعالم العربي كله عرفت فكان بادي بالتدريج بس أنا ما بعرف بلشت باليوتر شو الهدف كان عندي كيه؟ والله أنا شوف أنا قصتي بالبداية ما كان عندي يعني أنه انتشر أو يعني أصير مشهورة نهائيا الهدف هو أنه ألهم البنات خاصة البنات اللي زي يعني اللي بلشوا من بدايات كتير متواضعة اللي ما كان عندهم فرص يعني لتحقيق الأحلام والأهداف لأنه أنا ما هذا المحيطي كان ربما أقدر أقول أنه كان صعب صعب كتير أنه البنت خاصة تحقق طموحاتها فأنا من خلال تجربتي حابة أنه ألهمهم أنه البنت تقدر حتى لو كانت يعني المحيط تبعها ما يساعد بيكون في تشالينجز بس تقدر تسوي أي شيء تحب يعني بالمستقبل والحمد لله الحمد لله نجحت في هذا الشيء وأحياناً بنسى أنه التأثير اللي سويته يعني في كتير من البنات بالعالم العربي يعني في عندي متابعين كتير من السعودية في عندي بمناطق ثانية بالعالم العربي بس هوان خاصة أنا حالياً ساكنة بالخليج لما أروح للسعودية وأشوف البنات يعني بيحكوني وكيف هي علاقتهم بي عرفتي مش العلاقة اللي هي مثلاً أو شكلك حلو وإحنا بنحبك عشان شكلك لا صار لون زمان معي صار لون زمان معي يعني it's all about the personality it's all about what are you talking about الأشياء اللي بتكلم عنها الأشياء التجاربي وكمان أنا بالنسبالي ما كان عندي مشكل إنه أبين إنه أنا أوكي بدايتي كانت متواضع يعني أنا متصالحة مع نفسي نوعاً ما انت كيف بلاشت ميمي؟ يعني من المغرب قبل ما تروحي على هولندا أول شي يعني شو اللي خليك تروحي على هولندا؟ زوجي زوجيك تعرفت علي وين بالمغرب؟ بالمغرب طب خبريني على البدايات عم تقولي بدايتك متواضعة من أي منطقة من المغرب؟ أوكي أنا أربيت وكبرت بمنطقة بجنوب الشرقي المغرب يعني الصحراء تقريباً منطقة قلميم سمارا طاطا تحديداً بس هي مدينة صغيرة كتير وملك اللي يعرفها بس الحلوة لأنهم فيها الأمان والناس they are so kind كتير لطيفين وممكن يشاركوا معك كل شي عندهم شي قليل بس يشاركوهم كل شي معنا يعني معروفة بالكرم يعني فيها أشياء كثيرة وتعلمت فيها قيم جواتي رح دائماً أتضل معي يعني لا تباع ولا تشترى بفلوس دايما بيقولوا عرفت؟ بس كان في هذا الجانب اللي هو عن المرأة يعني كان فيه تقاليد كان فيه كتير محافظة يعني ايه محافظين كثير وكان ضغط علينا إنه ما كان عندنا فرص كثير مثلاً إنه نكمل دراستنا فأنا ربيت مثلاً ببيت في ذاك الوقت ما كان فيه ماي ما كان فيه كهرباء يعني فلازم نجيب ماي من ما بعرف من قرى مش من قرى يعني من النبع يعني ايه ايه من النبع ونجيب وأنا I did it يعني I did all these things لما كان عمري من سبع سنين لا عرفت فهمك كأنه بيهيئوك عشان تصير الزوجة الصالحة اه اوكي كم برميل ماي فيك تحملي ايه اي والله والله كنت يعني 20 لتر كنت يعني بحمله على كتفي وكان عندنا حمار وكان عندنا كل هذه الأشياء it's amazing يعني going back to these kind of things بحيث بامتنان كتير كبير عرفت لأنه بقارن حالي هلأ بدك الوقت وهلأ يعني وين أنا I'm so grateful يعني I'm so proud وحتى عائلتي فخوريني كتير فيني so it means a lot to me so نرجع للبدايات بدايتي يعني ما كان عندنا صراحة كتير حتى مديا عرفت يعني اوكي عندنا ناكل نشرب نلبس يعني في المغرب الحمد لله ما في أحد بيموت بالجوع يعني الأشياء متوفرة بس ما عندنا الكماليات إنه مثلا أو حتى الأساسيات ممكن يعني هلأ صارت أساسية إيه هلأ صارت أساسية إنه مثلا أكمل دراستي بمدينة ثانية لأنه ما عندنا جامعات قريبة فأنا لازم إنه أروح لمدينة ثانية عشان أكمل دراستي وكان challenges حتى من حيث التقاليد عرفت فالناس بيجوا بيؤثروا على الوالد ويقولوا لا ما تفدي بنتك ما تخليها لما تروح لمدينة تعيش لوحدها راح تجيب لك لا 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 بس الحمد لله الوالد ما كان يسمع عبدا هذا الكلام فما وديكي أصلا لا 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 أصلا لا لا أنا وداني أكيد طبعا بالعكس هو خلانا حلو كنا يعني يمكن أول عائلة تخلي بناتها إنه تروح تكمل دراستها بمدينة ثانية بس أنا يعني طالع لأبوي أصلا عنيدة فأنت أصريت شوي على الموضوع لا أنا أصريت طب وين تعرفت على زوجك؟ أنا تعرفت عليه في المغرب في عرص كان عرص مغربي سو جاء مع أصدقاء ثانين مغاربة أصدقاء وجاين وكان عرص مغربي زوجك هولندي الأصل؟ ايه هولندي وكان مع عائلته كمان فما كان لأ واحد وكان مع عائلته اوكي فجاهزة لأصلا ايه فجاهزت يعني جاهزت كده بشكله هو عم دورة عروس هناك يعني وأنت كمان لا لا والله لا هو توقع ولا أنا توقعت إنه أتزوج هولندي ولا هو توقع إنه يتزوج مغربية من الأساس بس كده يعني إجت صدفة ورقصنا مع بعض وكنا يعني بنا نضحك عليه يعني أجنبي كده برقص مغربية رفتت مع الأوتفت المغربي كده فأيتوا وبس يعني صار كليك وكانت أيام الفيسبوك والسكايب فترك لي الفيسبوك تبعه وخلاص وتواصلنا ضلينا على تواصل وجاء كده مرة للمغرب وبعدين العلاقة يعني انفصلنا وقت من الأوقات لأنه long distance relationship اللي هي تكون بعيدة من بعيد من بعيد صعب الصراحة يعني مو سهلة فاصلنا عشرين يوم أهاش مكاننا عشرين سنين لا عشرين يوم أهلك كيف كان الوضع إنه أنت تتزوج أجنبي يعني إذا عم تقول كتير محافظين وكتير لا شوف عائلتي يعني الحمد لله مش كتير يعني محافظين يعني للإكستريم يستيل يعني يمكن تتحدثهم تقدر تقنعهم عرفت المهم أنهم يعرفوا إنه إنك بالاتجاه الصح عرفت ففي البداية أنا أول صفرتي كانت من المغرب للصين كنت بدرس بالجامعة وكان exchange program ما بين الجامعة اللي بدرس فيها وجامعة بالصين فإنه أقنعهم إنه أروح للصين لأول مرة يعني طلب مني ما بعرف ثلاث أشهر وأنا قاعدة أقنعهم أقنعهم فكرة بالموضوع لأنه كانوا كتير خايفين علي إنه أنت مش بالمغرب يعني إذا كنت بالمغرب وكي نقدر يعني ننقذيك أو شيء صار بس أنت بالصين صعبة بس أقنعتهم ولما شفوا إنه التجربة وكل شيء مر بخير الحمد لله يعني ظليت بالصين تقريبا أربع أشهر أو ست أشهر على ما أتذكر يعني كان زمان فخلاص اقتنعوا إنه ما بعرف واثقوا فيني يعرفت فخلاص من ذاك الوقت كانهم واثقوا في قراراتي فإنه كثيرا أقنعوا التجربة إنه روحتي خلاص لواحدك وجيتي وكل شيء تمام فخلاص جيت سليمة جيت سليمة فبس هم بأكد بيكون الخوف وبالنسبة لتقبلهم لزوجي بالأول الفكرة ما كانت واردة فأنا ما حكيت أصلا مع الوالد حكيت مع أختي الكبيرة أختي الكبيرة قالتها لأمي وأمك فتطلب شوية وقت كمان لأنه حتى أنا يعني حتى أنا عن نفسي يعني الزواج للأجانب مو سهل لازم الواحد يفكر ألف مرة لازم تروح تشوف وين أنت راح تعيش مع مين الأهل والعائلة الناس كثير تقول إنه مثلا أهل العريس أو أهل العروس مو مهمين أنا بالنسبة لي مهم إنك تعرف يعني المحيط يعني وين تربى هذا للشخص وكيف تربى It's so important يعني لبعدين رفت صحيح وخصوصا كبنت كمان يعني بتلاقي إنه جمالا البنت بتخلص بتصير مع أهل زوجتها أكتر إيه أكيد فالحمد اللي يعني أخدت وقت يعني أخدت ثلاثة سنين فثلاثة سنين يعني علاقة عزبتي منيح يعني إيه إيه بس it's good لأنه بتتعرف على شخص أكتر بتعرف العائلة العائلة جت كذا مرة وبعدين أنا روحت كمان يعني اللي عندهم فعرفت وين رايحة فبعدين صار الاختلاط هذا وعائل صار يحبه كتير زوجي إذا روحت للمغرب وما جمعي فالكل بيسأل عنه طيب رحتي هولندا وبلشتي هوني كتعرفتي على العائلة وخلص بديتي حياتي كسرت عايشي بهولندا وكشغل بلشتي بأنه تعملي الأشياء اليدوية شو التخصص لعملتي أصلا بالجامعة أنا درست قانون ودرست ماركتينج سو اللي حصل لإنه أخدت أخدت هذا الشهادات بالمغرب وبعدين ضغري روحت عا هولندا كنت بالأول قادر روس اللغة الهولندية وكنت بدفع إنه عشان الوظائف عرفت فاتضح لي إنه الشهادتي لا تسوى شيئا بهولندا بالسيستم الهولندي فقالني يعني كل الدراسات اللي عملت ها يعني راحت كل شيء عالفاضي لأنه أنا عندي سيستم الكندي درست في جامعة في هالسيستم الكندي فشوي يعني كان تشالنج بالنسبة لإلي لأنه أوكفي عندي شهادات جامعية وأنا مثلا رح أروح أبلش وظيفة مثلا في المقاهي وشيز فاني يعني مش عيب الشغل مش عيب بس مش طموحاتي ومش أحلامي عشان أتغرب في بلد في برد وماذر إيش عندي ثقافة مختلفة ولازم أبلش من الصفر إنه أروح يعني بلش من الصفر أبلش من الصفر أقان فما كان بدي صراحة ف It was a challenge بس الحمد لله يعني بلشت يوتيوب وكده يعني شوفي سبحان الله إنه طلعت لصالحك الموضوع بلشت تشتغلي أشياء يدوية وتحطيها على اليوتيوب الهدف منها كان بس تتعلمي غير بنات وحدا أو تتواصلي كان فيه تفاعل بوقتها على اليوتيوب عم تشوفي ناس من المغرب ممكن هاي كان طريقة لإليك كمان إنه تضلك على صلة بأي لغة كنت عم تحكي باليوتيوب أوكي تواصل خربطة خربط خربطاني وكلك في بداية كنت أحكي لغة عربية فصحة أوكي مش حقق ميها فقط بس ممليحة لما تروح لأول فيديو رح تفتص من الضحك الصراحة لأنه بعده موجود لا إيه بعده موجود كل شي موجود يعني I don't want it أحب أن أعطي example للناس بأنه لازم تبلش من أي نقطة It doesn't matter بعدين الواحد بيطور نفسه يطور نفسه وماضيك يعني هو جزء من رحلتك فلازم الواحد يكون فخور بكل شيء مر بحياته سواء الأشياء الحلوة الأشياء اللي مش حلوة كل شيء الواحد لازم يكون فخور عشان يقدر يستمر عشان يقدر يعتب الحياة So I always leave everything حتى بالإنستغرام حطت كل الصور من لما كنا نصور يعني الأنجل كده والصور بتطلع لا علاقة بس خليت كل شيء ما عندك يعني الصور اللي قبل عملية تجميل وبعض عملية تجميل اللي شايف شي تجميل أنا لا بس لأنه لأنه أنت من الأشخاص الليل مش ععملي عملية تجميل لا فكمين هاي شغلي أنه أنت السوشيل ميديا خلتك أول شيء كان ما هدفك أنك تنشهري فيها كان هدفك أنه نوعا ما تتواصلي مع الآخرين وتعلمي غير بنات على على أشياء أنت عم بتقدميها بعدين أين تكتشفت أنها عم تعطيكي شهرة وهما أنا نحكي كيف سرتي بالإنستجرام وكيف أنت قلت على البيوتي واللايف ستايل والترافلين قصة طويلة سوال طبعا في البداية I think ثلاث سنوات صار لثلاث سنوات باليوتوب بعد الثالث سنة صار الانجاجمنت أكتر صار الناس تنفتح أكتر على يوتوب ثلاث سنة بعد إيه يعني للسنة الثالثة أوكي مش الانجاجمنت الانجاجمنت I think كان من السنة الثانية بس كأنه يصير my job يعني أنه full income ثالث سنة ثالث سنة يعني صار يجيوني إعلانات وصار في بس أنا اتفاجأة بصراحة يعني هدا شي كتير حلو لأنه بفرجة إصرارك على الموضوع أنه أنت هدفك الموضوع ما كان مادي باليوتوب لو هيك أنت وقفتي ممكن حسيت أنه أول سنة ثاني سنة ما كان في تفاعل أو ما كان في income بس أنت استمرتي فيه لا أنا استمرت لأنه ما بعرف somehow حسيت أنه في شي جاي عرفت وحتى ذاك الوقت صراحة حتى عائلتي وحتى عائل زوجي كانوا يقولون يعني شنو شنو بتعملون أنتو يعني عندكم شواهد وعندكم كذا ودارسين وبتعملون هذه الأشياء يعني خرابيط باليوتيوب عرفت فكتير ناس ما كانوا مأمنين بينا في ذاك الوقت فبعدين لما كل يعني اللي صار في engagement أكثر صار في إعلانات في جيني حتى من الفيوز وحتى صراحة يعني باليوتيوب في ذاك الوقت الـ CPM أتوقع أنك بتعرف هذه الأشياء لأن بتحط في اليوتيوب CPM كان كثير ضعيف لأن العالم بس لو قارناه حتى بالدول الأجنبية بصير ضعيف الـ income ضعيف فلازم يعني إعلانات عشان يتعيش من اليوتيوب لازم إعلانات أخر رح بس تركز على الفيوز وهذا الشيء كثير مخيف بالنسبة للـ creator وكثير بيأثر على الصحة النفسية وأنا هذا يعني فت فت منه يعني مش فتت بالأرقام يعني كثير حصلت على كثير من الأرقام خمس ملايين لفيديو مثلا للفيديوهات كان في فترة من الفترة كل فيديو يجيب مليونين ثلاث ملايين ففت بفترة يعني مزدهرة باليوتيوب بس it was so overwhelming ما بعرفي overwhelming هاي الكلمة بالعربي يعني بزيد على الحمل تقيل الحمل كثير تقيل وفيديو ورا فيديو فيديو ورا فيديو فوسط لمرحلة قلت انه لازم اوقف شوي واعطي مساحة لصحة النفسية عشان لما تقول الصحة النفسية قصدك لما واحد بحط حاله بمجال انه عم بيشوف حاله وياخد ويتأثر فيها ولما تنزل بدأ تأثر على نفسيته بحس انه كل شي عم بيشتغله عم بيروح مع انه هو ممكن يكون بس algorithm او فيديو مش مناسب مثلا منطقة معينة هايدي الصحة النفسية كمان تنتقل مش بس باليوتيوب تنتقل على الانستجرام وعلى التفاعل صح وهن كل مرة بيغيروا algorithm شو algorithm بالعرابية ما اضع شو اسمها الخرازميات والله خلينا على algorithm algorithm احسن كمان انه ما فينا يعني نلوم حالنا عطول هاي الاشياء بيغيروها لا يصير وخصوصا مثلا تيك توك كان يعطي rewards للعالم يعني كان اي شخص يحط اي فيديو يطلع له يشهره بشكل يعني بس لا ينتشره يعطوا الفيك شهرة الاصطناعية للاشخاص يعني خصوصا اللي بلشوا بالبدايات عطوهن شهرة صار عندهم مليون views وعندهم مليون follow لانه نفس المنصة نفسها صارت تعطيل جوائز متل الاشخاص اللي بلشت لتحثن على استعمال هذا التطبيق وليطلعوا من الانستجرام تلاقي كتير عالم انه بيقلك انا تيك توكر مسلا يعني القصد انه خلصوا انا مشهور هون عرفت كيف فباعوهن القصة حلق لما كتروا العالم ونقلوا على هاي المنصة صار تقريبا ما بيقدروا يخلوا كل العالم تنشهر صار فيه نوعا ما صار فيه التساوي بالشهرة او بطريقة انتشار البوست اللي انت عم تحطي فصار فيه احباط عد بعض الاشخاص اللي هني اصلا انشهروا عن طريق يعني هو المنصة نفسها عملت هاي يعني الوضع تغير الزمنات زي ما قلت لك كان في لانه لما بنشوف الحين المجال في قسمين في الناس اللي هما صانعين محتوى يعني بجد بتعطيهم مثلا مجال الاعلانات والبزنس بتعطيهم بريف بيعطوك افكار مجال مجال يعني بال بال وفي شخصيات اللي هما شخصية سوشل ميديا اما مثلا خلينا اعطيك مثل مثلا ممثلة ممثلة هي مش صانعة محتوى بتلاقي مثلا مش كل الممثلات بس المهم بعض بقول لك مثلا شخصيات اللي معروفين بالسوشل ميديا بس هما مش صانعي محتوى وهذا يعني مش ما في عيب ولا صاح بس it's that واحنا we are missing a lot of صانعي المحتوى مو كتير صراحة وبنعدوا على رؤوس الأصابع the real ones بس في كتير شخصيات على السوشل ميديا شخصيات على السوشل ميديا تعطيها فيديو تقول لها مثلا سويلي إعلان لهذا البرودكت تعطيني فكرة ما رح تعرف تتصور ما رح تعرف تعطيك فكرة it doesn't make sense البيج كلها ملخبطة ومخربطة I still think that we need more صانعي المحتوى هلا في عندك صانعي المحتوى وفي عندك مشهورين مثل الممثلات وهن انفلونسر وفي عندك بالنص يعني في أشخاص منهم ممثلين ولا صانعي المحتوى ولا شي بس مشهورين بس مشهورين فإحنا صراحة لما نقارن أجان يعني بالأمريكا ولا بالصين ولا بماكن ثانية الكرياتيفتي تبعهم it's the next level مختلفة مختلفة إحنا هون we are missing something ما بعرف إيش هو بالضبط في طبعا في amazing people حتى production team يعني صراحة أنا أول مرة جيت لعلى دوباي اشتغلنا مع بعض كذا مرة مضبوط it was amazing يعني وقليل لما تلاقي production team are very professional they are very good they know it's fine يعني نحنا اشتغلنا بW studio بW production عملنا كتير أعلانات وأنا يعني سعيد إنه أول شي اشتغلت معي من زمان وسعيد إن اشتغلت بW studio لأنه هن كتير فاتوا بمجال social media والإعلانات هايدي يعني المحتوى اللي كان المعلن ما يعطي المحتوى للصانع المحتوى يعملوه كان يعطيه لشركة تعمل هلا مش غلط إنه صانع المحتوى إذا بيعرف يساوي المحتوى ويكون عنده يعني quality معينة إنه يساوي هدا الشي بس إنه بضل production house يعني بيقدم quality مختلفة أفضل مئة بالمئة أنا أحس إنه كله collaboration بس أحس إنه صانع المحتوى لازم تكون عنده هالquality صانع المحتوى لازم تكون عنده quality إنه يسوي محتوى أكيد يمكن ما رح يطلع لمحتوى لمستوى production houses بس يكون في balance أحيانا صانع المحتوى بالنسبة لإعلانات أقول ممكن يسوي المحتوى أحيانا production house it's all collaboration وإذا ما كان الموضوع من ناحية الصورية أو الimage يعني من ناحية الشكلية حلو أكليس يكون المضمون حلو صح بالضبط والتخصص حلو يعني كمان ما فينا نحن نكون صانعين محتوى وعم نحكي على يعني الميكوب والصندويشات والمطاع كل شيء والسفر يعني حلو التخصص كمان بالمجال واحد ينتقل من من فكرة لفكرة يعني بتدرج مش يكون هو بيعمل كل شيء صح كيف انت انتقلت من صنع الاسوارة والمشغل لبلشت تقدمي شو بك طحكتني المشغل شو اسمه شو هو المشغل ما معرف شو المشغل مصنع يعني ما معرف ما كان عندي مصنع انو بالبيت الشغل اليدوي شو هو السؤال بعت أساور ولا ما بعت والله شو والله بعتها بعتها لما كنت في هولندا للأصديقاء بس للناس اللي كنت أعرفهم شوف انا كيف كنت شطورة لا والله بس it takes a lot of time انو اسوي اسوارة واحدة يعني كتير من الوقت والمجهود عن جد يعني كل اليوتيوبر شو كنت عم تعملي أساور لا لا بس ما كنت بس أساور أساور بس بالسنة الأولى أتوقع إذا كنت أتذكر بس بالفترة معينة كنت أساوي أساور بس لما بينت وجهي خلاص يعني انتقلت للميكوب انتقلت يعني كان عندي opportunities أكتر انتقلت للفاشن انتقلت لللايفستايل يعني لايفستايل in general فخلاص يعني هذه يعني أعطتني فرص أكتر وبعدين صارت جيني إعلانات وعروض كثيرة وصرت أجي هون كثير لدوباي وخلاص يعني اتوز لقيت أنه أنه العالم بحاجة لمحتوى عربي لإنفلونسرز عربي بس قلت نقطة أنه بأميركا وبأوروبا يمكن الكونتين تبعه المختلف فيك توضحيه لشوية صغيرة بأي ليش هني كأنفلونسرز مختلفين أو عندهم كوالتي أعلى خلينا نعرف شوية شو اللي عم بصير هون بالوطن العربي يعني لما تقولي هني عندهم محتوى نحنا عندنا محتوى شوية هل نحنا تبعنا مختلفين يعني المشاهدين أو صانعين المحتوى لا أعرف هو هذا السؤال صعب أنه أجاوب عليه يعني من حالي لازم نسأل كثير ناس وكثير أشخاص بس أنا اللي مبين عندي أنه أنه الناس مو أخذ هذا المجال بجدية أكتر عرفت أتوقع بالوطن العربي في ناس مثلا همها إنه بس تلبس أحسن مختلفين كل شيء تن 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 وتأخذ صورة وبس هذا هو الناس بالنسبة لهم وهذا مش عب لو تسوي يعني فاشن فاشن إنه بس يعني 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 هوني من نحب المظاهر شوي صغير ايه المظاهر أكتر يعني كل شيء مبني على المظاهر وكان حتى توقع لما كان نسويتش من الفيديوز من الصور الفيديوز لإنستغرام في كتير من الصانع أو الانفلونسر راحوا هربوا هربوا أو ما قدروا يعني ما قدروا يتكيفوا مع الواضح راح الفلتر ما كان في فيديو يعني مش جاية هون عشان بس يعني أنتقد بس مجال يعني حتى أنا يعني أنا صانع المحتوى أنا أحسب نفسي صانعات المحتوى ما تأثرت يعني شو اللي خليك ميمي أنه أنه ضلك محافظة شوية على طبيعتك كمان واحد عمليات تجميل الفلتر يعني أنت عطول لما يعني الكونتنت لما لما أنا اشتغلت معي لقيك أكتر بنت طبيعية و ما عندك ما بتطلب مني فلتر ما بتطلب مني أنه مسلا نعمل الأشياء لنغير الشكل فما كان في هيك شوية صغيرة لكن كلنا بنوقع بهذا الشي وكلنا بنحب نطلع بأحلى صورة والترند هيك يعني ما أنا شغلة غلط بس شو اللي خليك هيك ضلك على الأرض لا أكيد شوف على الأرض لا فهمت فهمت وصلت الرسالة لا شوف بالنسبة للي أنا ما عارف يمكن it's deep it's too deep أنا أتوقع أنه my self-esteem ما هي self-esteem بالعربي قيمة النفسية يمكن لا 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 it's like self-esteem يعني مش بالشكل of course أحب الأناقة وأحب أكون put together وأحب أكون يعني كل شيء أحب الفاش وأحب أتكشخ وأحب ألبس however دائما أحب أنه أحافظ على my identity أحيس مثلا شفايف الأصغار هما جزء مني ما أحب أغيرهم عرفت مثلا أنه أسوي بوتوكس يعني ماني ضد على الفكرة ويمكن بالمستقبل مع العمر يمكن أسوي يعني شوي بس أحب أغير بشكلي يعني محبة مثلا بكرة أو بعد بكرة يصر عندي شكل ثاني أو وجه ثاني وكمان حلو أنه نعطي الصورة الحقيقية لأنفسنا للناس عرفت لأنه صرنا بزمن عمليات التجميل هوس بعمليات التجميل صرنا بزمن الفلاتر صرنا بزمن كل شخص يكون بيرفكت ونعدل 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 وبعدين لما تشوفهم بالحقيقة هو أي شي مين هاي أنا أحب الناس تشوفني على طبيعتي يعني في عندي فريكلز في عندي شوية تجاعد هون ناس كتير نصحوني أنه أساوي عملية تجميل لأنفي I don't care يعني بالنسبة لي أنا شيء زيد نقص ما نقوله بالمغرب يعني I don't care about that وأنا من نضد يعني في ناس أكيد ممكن بتحتاج لعملية تجميل أو أنه بتغير من نفسيتها بس الهوس أحس أنه أي واحد عنده هواس بعملية تجميل في عنده مشكل يعني جوه بيطلع من جوات الإنسان وإنتو المؤثرين على السوشيال ميديا كمان عم تعطوا صورة فكمان حلو أنه يكون فيها يعني بالانس بالموضوع لأنه بيتأثروا فيك البنات بيتأثروا فيك الأشخاص اللي حابين يكونوا مشهورين أو يطلعوا يعني هلأ ما في حدا نحن كتير مواضينا عن السوشيال ميديا بس نحن كلنا على السوشيال ميديا هي يعني منا بس ما في شخص بنوا على السوشيال ميديا موجود خصوصا صغار صغار كتار فموضوع أنه الأشخاص يتأثروا بالشكل البرفكت يعني الامج اللي هي نحن عم نقول عنها بيرفكت عم نقول عنها مثالية وهي مش حقيقية يعني هي منا مثالية قديا عم تأثر على نفسيتهم أنه أنا مثلا نصير عندهم شك بحالهم وأنه أنا بطلع بهالشكل ولا لا كتير كتير والله في أمها تعرفهم صار عندهم خوف كلهم بيرفكت على ميديا يعني باللبس بالميك بالشعر بالتجميل كل مرة يجي يعني ترنت مثلا الترنت تبع الكارديشينز اللي هو بعدين هلأ هما غيروا شوية يعني يعني بس أتبع أنا الناس لين أروح وبعدين عملية تجميل أتوقع أنه ممكن الطبيب ما يقول لك هذا الشي أنه هي بتأثر على القلب لما يكون عندك أقصد مش للبوتوكس والفيلر بس أقصد يعني العمليات اللي هي فيها شفت الدهون ناس بتروح ضحية لأنه أكون بيرفكت ليش لمين بس شوية عم تتغير الصورة يعني هيدا كانت لمرحلة بدايات السوشيال ميديا اللي هي كانت للصورة وحتى كانت ويمكن بلجت مع كيم كارديشين صراحة يعني شهي انفلوينس وصارت هاي الامج والمشكلة ما عاد فيهم يرجعوا منهم فاتوا فيها بالعمليات مش بس بالفالاتر فخلص صارت هاي ده بس هلأ بتحس لأنه صار فيه رفض باجتماعي لهاي الامج يعني طبعا فيه قبول بمحل وفيه رفض من تاني محل هيدا الرفض بينعكس على الكونسيومر اللي هو مستهلك اللي بيشتري الاعلانات او اللي بيشتري انتو بتبيع مثلا بتبيعوا ضاعة او كوزماتيكس او ميك اوب او لبس فبالنهاية انتو بتتأثروا المشتري بتأثر فيكن بس انتو كمان او التاجر رح يتأثر فيهم اذا هني رد تفعل على هاي الاعلانات فيها ايجابية ولا فيها سلبية فبتلاحظي انو هلا بالفترة الجديدة صار في تغير صار في يعني عم بالعكس عم بدوروا على مثل ميمي عم بدوروا على على اشخاص طبيعيين اكتر انا بلاحظة لانو بمجالي بالشغل على التنوع بالشخصيات التنوع بالثقافات بالاديان بنت محجبة بنت كيرفي او شوي انصح من البنت الصورة اللي كانوا رسمينا انو لازم البنت تكون بهذا الشكل اللي هي ضعيفة يعني الكل ممكن يكون يا صح انا حسيت فهلأ دورك كمان ترجعت ايه تشاين دوري يا جماعة الخير خلاص خلاص ازهقنا جس كده لا والله عندك حق لانو احس انو مثلا الانسان الطبيعي اللي ما بعرف ايدا نسميه انسان طبيعي يعني الانسان العادي انا انسان عادية احس حالي فلما يكون بعيد عن الشوشرة وبعيد عن الفضائح وبعيد عن خلق الاثارة فالسوش الميد او الناس يمكن ما تصر تهتم يعني بهالنعي يعني بيصيروا يعني كأنه عليهم بلوك ايه بلوك عرفت فبتأسف لهذا الشيء الصراحة لانو احنا بالنهاية كنا اشخاص طبيعيين والاشخاص طبيعيين كمان لازم يكون عندهم امورتونيتي عرفت كيف نقول يعني لما الانساب العكس حتى في الاعلانات لما الانسان العادي اللي اللي تابعنا فهو رح يحس انه قريب لانه اكتر من واحد مثلا عايش بعالم ثاني عرفت فهذا الشيء بالفعل هو صار يتغير حتى هون بالخليج منطقة الخليج او بالعلم العربي بشكل عام فصار بيتغير لانو حتى الناس صارت زهقانة وصارت مثقفة يعني انتي قلت كلمة هي الكلمة المزبوطة انو اذا هلأ ما بيعتبر الناس ما بتعتبر انو هايدي الشخص بتشبهها وبت يعني بتعطي صورة عن افكارها وعن لايف ستايل تبعها ما رح يعني ما رح تهتم تحضرها الفيديو لانو ابل كان ينغشوا العالم لانو كان شي جديد فلتر او هلأ صاروا يعرفوا يفرقوا بين عمليات تجميل وبين الفلاتر وبين مين اصطناعي ومين حقيقي ما كان في وعي ما كان في توعية ما كان شي جديد اه يعني بس هلأ ناس صارت واعية صارت متقفة زي ما قلت يعني صارت تتفلتر ما بين الناس ما بين الحك الصح والغلط وهذا الشي كثير حلو لانو راح تصير بدوامة من ما بعرف يعني يمكن صحتك النفسية كمان راح مريتي بظروف بتأسرتي بهيدي العب والدعون والالغوريثم والشهرة اكيد اكيد مين فينا يعني تسوي يوتيوب اكيد راح انا دائما اقول لليوتيوب والناس اللي يسوون يوتيوب فولتايم جاب يعني شابو لانو اول شي فيديو ورا فيديو تاني شي الكميونيتي يحبوك او يكرهوك يعني في اتنين يقدرون مثلا اليوم يحبوك تاني يوم قلت كلمة او كلمتين خلاص تنقلة بالطاولة عليك سيفدوا حدين زي ما بيقولوا بس لازم تكون كثير قوي شخصيتك تكون كثير قوية وتعرف نفسك اكتر وتكون اوثنتيك ما بعرف الاثنتيسيتي هاي هاي الكلمة بالعربي اجن انو اصلي او العراق تكون حقيقي انسان حقيقي الانسان الحقيقي انا ويك شو خرج ترجم سوري لا شو خرج ترجم انا ويك شوف انا بحكي عربي بس في كلمات ما اقدر اعبر عنها بالعربي انا بطلب منك الترجمة وانتي تطلب مني ترجمة واتنا هناتنا اضرب من بعض رح نحط الترجمة بالفيديو خلاص حط الترجمة قدي تأثري بالكومنت بتتأثري بالكومنت هلأ لا يعني صار لي تقريبا كم سنة ولا على بالي ولا على بالي صار لي عشر اثنين على اليوتيوب يا صار لي كثير 2014 2014 2014 الهن اكيد خلاص يعني مني اتكر جلدي صح خلاص يعني مناعة قوية كثير بس اكيد في البدايات وحتى في بعض المواقف اكيد تأثرتك بكيت في بعض المواقف عم تشجعيني كتير ميمي والله عندي متشجعيني كتير انتي عم تشجعيني اه اشجعك اكيد لا قصدي ما معلم تخوفيني لا لا والله ما في خوف شوف رح اقول لك شغلة انت انسان ناضج فدخلت للسوشل ميديا وانت ناضج عرفت فانا دخلت كانت يعني مش كتير صغيرة بس يعني كان كل شيء جديد فهلأ يعني من تجارب الناس فرح تعرف اكتر عرفت بس انا بدك الوقت يعني ما كان في عندي ناس مثلا يعني من السوشل ميديا انه اشوف تجاربهم فمرت بكل هاي المراحل لنفسي عرفت كيف طب ميمي كمان سؤال الى عمر معين شو الى عمر معين يعني صانع السوشل ميديا على الاشخاص يعني في عندك العمر وعندك مش ضروري العمر بالعمر مرات يعني خلاص انه السوشل ميديا طبيعتها مثل التيك توك هلا بتحسين للصغار يعني صعب بواحد المعنو انت انشهرت كتير بس عم لما اقول صغار عم بقول 14 15 16 16 سنة ولما يكون الانسان صغير اكيد بيكون اكتر لانه بنرجع لكلمة روليتابل فالناس بتكون يعني متلا واحد يمكن هاي المنصات عم تعطيهم attention لقلهم مش لجيل تاني يمكن بس انا مثلا في تيك توك اشوف كتير ناس يعني بعمر معين بستين سنة حتى بسبعين سنة يسون محتوف عندهم انجيجمنت كتير عالي عالي بس بالخمسين بتسوي ميك توتوريال هي للأشياء اللي بتناسب هذا الجيل يعني it's also very interesting فانا اشوف انه ما في عمر محدد بالعكس يعني it depends محتوى اللي بتحطو it depends الانجيجمنت و it depends الناس حب هذا المحتوى ولا لا مثلا انا صرت اقولهم بالتيك توك انا اختهم الكبيرة يعني خلاص صرت يعني عرفت تب بتخافي بيخافي غير موضوع العمر بتخافي انه خلاص انت فت all in بهيدا المجال تركت يعني حتى ما انه ما فت بالتخصص اللي انت عملت خلاص هيدا التخصص تبعك انت معروفة بال الانكم تبعك وحياتك والاعلانات وكل شي بتعمليه بيومياتك هي لل بتخافي من بفترات معينة انه انه هايدي الشغلة مرتبطة بشي ممكن يتغير بيوم وليلة بط الموجودة اكيد اكيد بخافي يعني it's a part of the journey you know اتوقع انه اي حد يسوي المقاولة احنا مقاولين يعني لما بيكون عندك رؤون بزنس سواء كان بسوش الميديا او بشيء ثاني دائما في خوف دائما في ريسك بس بنفس الوقت دائما برجع واقول نفسي انه everything will be okay لانه اكيد مرت بطلعات ونزلات ما بتعرف مجال بيتغير كتير وفي كتير وجوه جديدة يعني كل يوم في وجه جديد كل يوم في شيء جديد فالواحد لازم يطور نفسه واقول دائما ما يركز على شغلة واحدة فكل المقاولين بالعالم الناجحين ما يركز على شيء واحد فقط اكيد طبعا ممكن تركز بشيء واحد حتى ينجح وبعدين different هاد شنو يقولون نوع بمصادر الفلوس بحياتك فمثلا يكون عندك السوشل ميديا يكون عندي شيء ثاني مثلا العقار مثلا شيء ثاني من هون حتى لو سوشل ميديا راحت فيه اشياء ثانية فاهم هلا فاهمت انا فكرت بالسوشل ميديا عم دور وين فيه لا حتى الانفستمت غير مطار لا معناها تبعيش كتير متكلي على الموضوع لا هلا فيه اشياء ثانية مثلا حتى الانفتي والبيتكوين انا انا موجودة اوكي اوكي عندك ايمان او مبارزة كلمة ايمان صحيح صح بس عندك ملا ايمان بتأمن بالانفتي وممكن تكون شي حقيقي للفوتر او ممكن تكون السوشل ميديا رح تتحول على الميتا بيرس انا 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 يعني السوشل ميديا صارت وين كيف فرج بالانستجرام يعني صار في كتير براندز مثلا في اعلاناتهم بيحطوا الانفتي مثلا يعني مو فهمة كتير بالتدقيق عشان ما اتفلسفة عليكم يعني الاعلانات صاروا حتى يدخلون الانفتي كمان مثلا الفاشن هاوس ما بعرف قوتش او واحدة من الفاشن هاوس اللي هما كبار كتير صاروا يدخلون حتى فلبلين عنده متا و هالأمور عنده نفتي و بيقبض بيتكوين كمان فيك تشتري تشتري بالبيتكوين اي اي مع هذا اللي اقول بس هو it's the thing is it's like volatile رفت فا كده 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 لازم الواحد ينتبه ويدرس خطواته منيح وكمان لو الواحد حاب يستثمر ما يستثمر فلوسه كلها في مجال واحد استثمر يمكن ما بعرف 20% و 15% هذا هو الصحي شوف يعني في نظري بس بمعنى انه ممكن يوم لأيام مننتقل العالم افتراضي وتصير ميمي عندها الافاتار طبعا ونصير نشوفها هيك نحطها العوينات بالبيت ونشوفها ب ايفنتات ونحنا نكون شاركين معك بالافاتار طبعا يمكن انا اتوقع انه it's the next big thing يعني هال web 3 هو رح يكون مستقبل اكيد هلأ في اشياء بتحصل يعني it's too risky يعني الصورة مو واضحة كثير عرفت بس انا اعرف ناس في عملوا كثير يعني فورتن بهذا المجال مزبوط هلأ كبيتكوين و كانفستمت لانه هي مثل السطوك عملوا فلوس موضوع المتافرس هو كمان انا بقول بده وقت كتير بقى انه فيسبوك تحول كشركة تطلعها بالمستقبل هو تطلع مية بالمية نحو المتافرس ونحو التريدي حتى غيروا اسم الشرك يعني من فيسبوك صار اسمها ميتا وعملوا كتير كبير صح وخسروا خسروا كتير وفقدوا كتير من الموظفين فقدوا الوظائف هم صرحوا عدد كبير من الموظفين صح بس يا you never know I don't know like ما هو في حرب بين بين فيسبوك أو ميتا وبين أبل وسامسونج يعني الفيسبوك هو بيصنع هو ما عنده صناعة يعني product هو بيبيع انترنت بيبيع social media فهو provider لسيربس معين بس كلها هاي السيربس عم بتصب آخر شي عند اللي عنده موبايل أوكي فقبل ما كان فيه تحكم بال بال إعلانات اللي عم تطلع من فيسبوك لأنه ما فيه كنترول عليها كانت يعني فيسبوك هي بتتحكم بالالغوريثم تبع الأشخاص فهي بتتبع من يعني فيسبوك بلما نقول فيسبوك نقول إنستجرام نقول واتساب فكانوا يتبعوا الأشخاص ويعرفوا معلومات عن الكونسيومر أو اللي هو بيشتري كان عندهم كل المعلومات يعني بيعرفوا انت شو بتحبي وشو بتشتري ووين بتروحي ومع مين كنتي كل المعلومات عندهم إياها فقدرين بهالداتا اللي كانوا عندهم إياها أنه بيعوك البروداكت يعني تتارجت the audience بري وال هلأ اللي صار مؤخرا أبل نزلت بال الصوفتور تبعها الجديد الـ IOS الجديد عملت للميتيشن عملت برايفسي للكنترول هايدي لألا تضرب فيسبوك أو تضربهم وعملوا برايفسي فبطل انستجرام يتبع بنفس الشكل يعني أنت هلأ عندك بتقدر تختار وحتى عملوا حملة إعلانية بيشجعوا العالم أنه يعني تعرف أنت الـ App و الـ Ask you إذا بديت بيعطيك المساج بيعطيك المساج أنه حاب نلحقيك ولا لا فخلاص ببطل قادر لأنه بيمنعه يتبعك هلأ صاروا ما يعرفون أي شيء فما يعرفوا المعلومات الكافية أنه يقدروا فلما بتروح معلن بيدفع فلوس لفيسبوك يقوله عمل إعلان عن ميك أب مثلا ففيسبوك ما بيعرف وين يودي يعني ممكن يودي لشاب وهو يقول الإعلان أصلا تارجت وومن مثلا أو لشخص ما بيحب بالميك فأسهم تبع فيسبوك نزلت كتير يعني كان زاكلبرغ كان نمبر ثري بالعالم بالفلوس هلأ صار 25 رايتنج تبعه يسي يعني أنا أقول لك إيه أنا أقول لك إنه مقاولين يعني بشكل يعني إحنا يعني ما أحسب إنه أنا أقارن نفسي مع فيسبوك شركة كبيرة بس كلهم في عندهم طلعات طلعات يعني هذه الحياة ولازم بلان بي صح فبس لأختم موضوع بس لأنه ليش فتحنا موضوع الميتا فيرس اللي صار إنه فيسبوك قرروا يصنعوا البرودك تبعه اللي هو The Next Mobile بس ما هدفهم يعملوا موبايل لأنه الموبايل ماركت الساتشوريتد يعني أبل مستلمي وأندرويد مستلمين الموضوع بشكل يعني ما فيك تخترق هذا الموضوع فتطلع فيسبوك للفيوتشر قالوا أنه الفيوتشر تبع الموبايل هو رح يكون عوينات 3D Glass فيهو الميتا أو فيهو Augmented Reality إنه تلسي عوينات تشوف الإنستغرام تبعي وتشوف الحياة وتشوف كل شي فعم يصنعوا الأكولوس اللي سموها 3D اسمها أكولوس وحط الانفستمت فيها صار يشتري الشركات اللي هي تصنع عمل استحواز عليها ودفع بليون سوف دولار ليطور هيدا الشيء يعني بالمستقبل بعد 10 سنين يكون هو عنده أكبر شير بالماركت العلاقة بالميتا برس مرحب هل ما أعرف كل هالمعلومات بس هيدا هو بس هيدا ممكن يخسر فيسبوك كل الانفستمت لأنه حط أكيد هيدا الفيوتشر بس ممكن يكون بعد 10 سنين ويكون بعد 40 سنة صح أنا دائما في عندي أي شيء لازم له وقت وصبر يعني الأشياء اللي بتجي بالساهل بتروح بالساهل هذا رأيي تاب هلأ هلأ شو بتحبت مثلي شو رأيك ب دوباي بلينك حضرت دوباي بلينك صراحة صراحة شفت الحلقة الأولى والثانية حسيت يعني بكل صراحة أن هذول الناس بيروحوا لأماكن واردي رحتها فأوكي رحت لهالمكان رحت لهالمكان بس حسيت أنه يعني رياليتي شو بس برافو إيش رأيك إنت هلأ أنا رأيي مختلف شوي وفيه وفيه شي مثل الالتي هلأ أكتر شي عجبني ب دوباي بلينك أنه فعلا فرجة صورة لو شكلية مش ما علاقة بالصورة الحقيقية بس بالشكل فرجة دوباي بطريقة كتير حلية صح وخصوصا للعالم اللي برا يعني صرنا كنا قبل نشوف لاس فيغاس كنا نشوف أل آي نشوف باريس نعتبر أنه هاي السيتي هي السيتي تبع يعني اللي أنا حابب روح عليها وهي هي السيتي تبع الإلهام والجمال ومش يعني العلاقة بالماركتنج فهيدا من باب الماركتنج it was nice موضوع رياليتي شو لكي أنا في بعض رياليتي فاكش لا لكي في بارت منه كمان بحيات تصدقيني في فاكش في عندك أصدقاء تعرفهم لا لك في قسم فاك ولا ما عم كذب في قسم فاكش بس في بعض القصص حقيقية يعني بعض الأحداث اللي صارت لأ كانت ومن بعض الأشخاص خليني أقولك مش كل الأشخاص كانوا طبيعيين بس في أشخاص بال أماك كما عام كون دبلوماسي بس بدي أقول الحقيقة بس نعم ضحكيني وعندها وفعلا في عندي أصدقاء ب دوبار بس عرفت أني في عندك أصدقاء يعني أنا كل شوف بشكل شخصي بعرف بعض الشخصيات بشكل شخصي يعني أحبهم بس بالرياليتي شو بس هذا هو أصلا الرياليتي شو بس لما الرياليتي شو بس للعالم تعرف مش معناتها عم تح يعني عم بتسير بلحظتها بطريقة ما فيه كرو وفيه كاميرات وفيه ستوب وعيد المشهد ها أكيد ما هيدا الشي طبيعي هيدا الشي طبيعي يعني هيدا الشي طبيعي إتسال رياليتي شو بس خلينا أنا ما نقول منو هندل برسانت سكريبتت يعني يعني مثلا فيه أشيه صارت حقيقية يعني علاقة مثلا إذا حضرتي علاقة أل جي بإمه حقيقية موجود فالتدخل بعض الناس اللي يساعدوها أو اللي جاين عمران دخلت للساعدة حقيقية هلا أنه سكريبتت لا ما أنا سكريبتت بس أنه ما فيه ممثلين ما فيه مخرج ما بكيت زيادة أبكي أكتر أبكي أكتر نعيد المشهد يمكن بس أنه شوف أنا أنا حقول لك شي كان في عندي تجربة بس ما فيه كذب هيدا اللي قصدي لا لا أوكي مو ضرور يكون كده بس it's fake kind of not all of it لكن أنت لما تعملي فيديو على يوتيوب شوف اسمعني ما بتعاديه مرة واثنين مصلا يأكيد بعيد طبعا هيدا اسمو كذب بس هاد يعني حيات يعني في الكاميرا تبعك على أساس إنه it's my life you know look at me you know I'm doing this it's okay it's it's reality show بس أنا كانت عندي تجربة حقول لك إنه كان في عندي ما بعرف كيف رح ححكي لها بالعربي بس إجاني عرض من one of the reality show ما حقول الاسم لأنه أصلا ممي حقي أقول الاسم فإجاني عرض وكان في عندي interview so I was interested I was interested I thought like okay but بشرط إنه أكون myself يعني أكون نفسي وكذا وكذا يعني مش أي شيء يقول لي أنا أسوه رح أسوه بس عشان الدراما آه أوكي الدراما اللي موجودة الدراما it's fake no خلينا أقول مبالغ فيها بس ما لا fake مثلا كان في لقطة بالصحراء ما بعرف إيش حضرتي هيا ما بكي شيء لا بس بالتيك توك والله إنا حضرت حلقتين بالعكس أنا I want to support or I want to watch عادي بس هذا انتقاد يعني من رأيي فقط لا أكيد ممكن يكون صح ممكن يكون غلط عادي يعني بس في لقطة بالصحراء كانت بالتيك توك because they are everywhere in tiktok هذا بيدول انه نجاح يعني البروغرام نجح لأنه الكل حكى عنه عرفت سواء كان بالسلبية أو بالإيجابي فهذا بيدول انه البرنامج نجح so bravo صح لكن هن رح يلاقوا تفاعل بين الأشخاص طبيعي ودهوا يعني رح يركزوا عليه ويعدوا يعني مثلا ممكن يحسوا انه حكمة بيكره ميمي يحسوا هيدا الشعور طب حكمة بحيد ميمي فيركزوا عليه يركزوا عليه بمنطق عن خبط المايكروفون يركزوا عليه بمنطق انه اوكي هيدا الشعور موجود في غيري بين هول شخصين خلينا نركز عليها أكثر أو يساعدوهن على يطوروها بس الأحداث التفاعل اللي فيها طبيعي التفاعل مشاعر طبيعي بس أكيد في مخرج وفي إضاءة وفي كابت وفي جاء وعيدوا المشهد يعني هدا الشي طبيعي ما كيف ديك تعملي ريالتي انه يعني شو بيروحهم أنا أشوف إذا ما كان يعني سكريبتد ما رح ينجح منه سكريبتد هي كلمة سكريبتد كتير يعني كبيرة في في أشياء منه سكريبتد يعني ما إجوا أعطوا الدور للوجاين وقالوا لتاعي مسلة هيدا الدور لا أكيد بس في أشياء رحيقول لها ممكن تقولي هذا ممكن أنا أخبرتك كان في عندي إنتربي وقالوا لي إنه سكريبتد يعني لازم أنت ريالتي بس سكريبتد لازم أنت تسوي هيك وهيك 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 وحتى they want to يعني to mold me يعني بيع جنوك لا مش لهذا الدرجة هيدا مش وصوت أنا أقول لك أنا عن تجربتي يعني أنا ما بعرف نكتفليكس يعني شيء ثاني بس أنا أقول لك عن تجربتي والله أنا أقول لك عن تجربتي لأنه ما أحس إنه لقي لي بس في بعض الشخصيات لقي لهم هذا ريالتي شو لقي لهم فهمت؟ يعني بيناسب شخصياتهم سو برافو والله والله بتكلم بصدق لا أنا شوف قلتلك أنا بدافع عن بارتل تنافية والبارتل مش بالتنافية مش رح دافع عنه يعني مثلا أنا أنه المبالغة بالغنى ومبالغة بالصورة النمطية عن أنه ريتشناس وكلنا ملياردين مليونيرية بدوباي كمان هيدا منا حقيقة كلهم جايين لدوباي ومعهم 300 دولار هل تخبرني كمان في منهم والله في منهم يعني زينا معت 300 دولار واشترت فيها عوينات شوف رح أقول لك شغلة اشترت فيها عوينات على ديوتى واجت على دوباي بزيرو ما شاء الله يا زينا رح تكون ضيفة يوم بزيرو سوري زينا شوف رح أقول لك شغلة تيجي لدوباي مستحل أن يكون بس عندك 300 دولار مثلا تيجي كمستثمر رح تروح للبنك أقل شي من زمان أنا هلأ تغيرت الأوضاع بس أقول لك عن زمان الزمان هما جايوا من عن 14 سنة كان الوقت كتير صعب إذا ما عندك فلوس عشان حتى تفتح أكاونت بالبنك كمستثمر وتعيش هون ويعطوك الإقامة لازم لك على الأقل 50 ألف درهم تحطها وتنسها بالبنك بس مش درم واحد يبلش مستثمر فيه أو لش وظيفة يا أكيد وظيفة أوكي it's fine وظيفة لأنه رح يعدلوا لك كل شي يعني رح يعدلوا لك الـ بابا بس أقول لك هما جايين كمستثمرين لا بـ 300 دولار ده كمان لا بس أنا بس بروف عليهم بصفر يعني عنديك كريس فيت طيب ما هو موزيار راديو بلش موزيار هلأ القصة أنه كلمة مليونير كلمة بيري أول شيء نعم نحكي بالدرهم مثلا مليون درهم درهم ولا درهم ما هي ما عم يحكوا بالدولار آه بيحكوا بالدرهم بعتقد نو آه أكيد أهلا مليون درهم يعني 300 ألف دولار يعني بعدك مش مليونير مثلا في يقول أنا معي مليون خلاص إذا كان بالدرهم صرت مليونير من زمان بصفت it's so funny نو بس يعني الأكيد تشوف زي ما قلت لك ما في صح ولا غلط في شخصيات بيناسبها هذا النوع من الشو عنجد في شخصيات لا إذا طلبت منك ناتفليك تمثلي بمثل أكيد أكيد إذا كانت دور مناسب لي بمثل بس أنا صراحة هيك مليونيرة قلتي عن حالك شو قلتي مليونيرة بدرهم نه طيب مش باليورو أو اللي بمزح لا والله مش لقيلي أنا حسني أنه مش لقيلي صراحة I don't see myself in this kind of أنا I was interested like بس إنه أكون على طبيعتي بس لما قالوا لي إنه خلص إنسي قلت لهم مع السلامة I cannot do that قالوا لي فينا نراك أي شاهد I signed لا I signed أنا بقليك وأنتي قللي لا 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 ما رح أقول إلي اس ما يعني مو مهم خلاص يعني رفضته وحتى بالانترفيو it was really fun لأنه قالوا لي كم كم عندك من شو نوع السيارات أنا أصلا ما أسوق أنا عندي فوبيا من السواقة السياقة عندي فوبيا والله إي فحكوا لي قالوا لي كم سيارة عندك شو اسمهم هادو بديغارد لا لا مش نوع السيارة هاي رونس رويس لا مش رونس رويس هاي تانية الصفرة والحمرة كم نوع البسم كم عندي ها كم عندي سيارة أنا ما ها مالسوق اصلا ميمي شو بعد ما انا لحكي في شي هيكي حابة خبري ما شربت القهوة تبعلي او يا او يا بكزو انا متوكي انا فقط توق توق خلاص بردت اصلا هلا بعمل لك غيره شو هيكي في شي جديد جديد اوكي رفضت عرض لرياليتي شو هاي اول شهالي لا شوف الجديد ان شاء الله انو حبي يكون عندي بروجيكت ما اقدر اتكلم عنه انا اتكلم عنه هلا طبعا بزي 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 شو هو يعني شو نوعه شو هو اللي ما فيك تتكلم عنه لا ما اقدر تتكلم انا ما حب تتكلم عن شي مش 100% yet بس يعني من اي طبيعي يعني من اي مجال ما اقدر اقول شوية هنت مش ترو تقولي اوكي اوكي ان شاء الله يعني بالديزاين بشيء 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 بالفاشن بالميكوب لا بالممكن ممكن بالفاشن بالبيوتي والفاشن بالبيوتي والفاشن بهذا المجال شيء من زمن بس راح ياخد وقت يعني مش بين ليلة وضع شيء خاص شيء خاص بس لالي ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني بس دريم يعني الحلم الكبير انه حقه وان شاء الله ان شاء الله بشتغل علي حاليا بس لازم بس كل الانفروانسر صار عندهم براند باسمك ليش بعمل هلأ براند مين قال انه انا بعمل براند باسمي مش هالي اشي لي تخبريني يا ولا لا ما عندي مين قال لك انه هي براند انه واضح 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 عصورة خبرتني اي بس يعني البراند بس يعني البراند برافو برافو انه اسوي ماي اون براند والمهم مو ضروري بالتايمين يعني مو ضروري انه اوكي كل الانفروانسر سووا البراند يعني اي هفتو احس انه لازم يكون something that i really want something that i want to be يعني dedicated to يعني شيء اعماق بكتير من انه شيء انت بتحبي وشيء العالم بداية اي لانه انا صراحة اقول لك انا جاوني عروض كتير عشان اسوي براندات مع بيك بيك كومبانيز وبيك يعني هاوسز هير بدبي بس كلهم بحبين يعني اغان يحطونك ببوكس صح وبس يعني يستعملوا اسمك و ميكب هو اللي انه ميكب بيبيع اكتر لا لازم تسوي ميكب وبس يعني ما عندك اختيار فانا صراحة رفضت هذا الشيء لانه احس حال انه مرح استمر ممكن مثلا اطلع براند بس اوكي لانه احط براند واحط بالبايو تبع انستغرام كتير صارو اي اوكي هاي ديس ماي براند بس مرح استمر فيها وما عندي لها يعني فيوتشر هيك وهيك فمشان كده يعني قررت انه شوي شوي فور مي هيك انا بشتغل شخصيتي شوي شوي درجة درجة وفي عندي حتى صبر لهذه الشغلة مو ضروري انه انجح واسوي كل شيء في وقت بعدين اذا سويت كل شيء شنو رح اصابه بالحياة صح بالك طويل شوي شوي كل خير اشاء ميمي انا كتير مبسط فيك جدا سعيد انا اكتر باللقاء معك وانشاء الله مشتغل مع بعض بالفوتشر اكيد انشاء الله وهيك وحب اقول لكل وطلعوا هذا الفيديو بأكبر عدد من اللايكات عشان يجيبني المرة ثانية شكرا 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 ادعموه 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 المقابلة كانت لطيفة ضريفة زي ما قلت لك قبل ما احب كتير اروح للمقابلات قليل جدا ما تلاقي نريح للمقابلة بس لاني مرتاحة و اعرفك من زمان ف كان مرحبا انت هنا شكرا 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 شكرا